بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيميا الكهربية كم 233 مواصل في شرح طرق وزن معادلات الأكسدة والاختزال ونذهب إلى الطريقة الثانية وهي وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة أعداد الأكسدة يجب أن نتبع سبع خطوات لوزن معادلات الأكسدة والاختزال بهذه الطريقة الخطوة الأولى هي أن نحدد أعداد الأكسدة لجميع الذرات في المتفاعلات والنواتج وذلك لكي نعرف العنصر الذي حدثت له عملية أكسدة والعنصر الذي تم اختزاله الخطوة الثانية هي أن نوزن الزرات التي حدث لها أكسدة واختزال إذا كانت غير موزونة وذلك باستثناء ذرات الهايدروجين والأكسجين الخطوة الثالثة أرسم خط يربط العنصر الذي حدثت له عملية أكسدة مع ناتجه كما هو موضح هنا ونكتب عدد الإلكترونات المفقودة ثم أرسم خط آخر يصل العنصر الذي اختزل مع ناتجه وكتب عدد الإلكترونات المكتسبة الخطوة الرابعة هي أن توحد المعامل الحسابي ونقصد بذلك أن الإلكترونات المفقودة يجب أن تساوي الإلكترونات المكتسبة الخطوة الخامسة أوزن النقص في ذرات الأكسجين وذلك بإضافة جزء ما عن كل ذرة أكسجين ناقصة الخطوة السادسة أن توزن ذرات الهايدروجين وهنا يجب أن تعرف نوع الوسط الذي يجري فيه التفاعل هل هو وسط حمضي أم وسط قاعدي ودائما ما يكون ذلك معطى في السؤال إذا كان الوسط حمضيا يوزن النقص في ذرات الهايدروجين بإضافة أيون هايدروجين عن كل ذرة هايدروجين ناقصة أما إذا كان الوسط قاعدي فيوزن النقص في ذرات الهايدروجين بإضافة جزء ما عن كل ذرة هايدروجين ناقصة وفي الجهة الأخرى نضيف أيوانات الهايدروكسيد عن كل جزء ما تمت إضافته الخطوة السابعة نختصر المكرر في المواد المتفاعلة والناتجة بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح وزن معادلات الأكساد واختزال في دروس لاحقة